وبما اننا انت واخد ادوية علشان تصبت المناعة فبتبقى عرضة اكتر للالتهابات والعدوى لكن انا بقول ان موضوع زرع الكولة تطور جدا جدا يكاد يكون اصبح عملية نسبة نجاحها عالية يمكن مش زي زراعة الكبد لسه احنا مبتدئين في مصر في زراعة الكبد لكن في زراعة الكولة احنا من فترة كتيرة بنتعامل فيها يمكن المشكلة بس في مشكلة